السلام عليكم اخباركم ايه نورين دايما معي بس اعبيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب اهل اميني شارك سعادة غامرة دائما بوجود معاكم دايما يا رب ودايما في افضل حال دايما في عون الله الحقيقة انه امبارح اعتقد اللايف بتاع اللي انتو سمعتوه بعد المباراة كانت متنرفز اوي ومازلت وكنت يعني اكد اكون متوتر ومازلت لكن المرادي اكثر هدوءا شوية الحقيقة انه مباراة الزمالي كانت بارح مع نهضة بركان وبعد كده ما هديت شوية اكتشفت ان احنا لعبنا من اسوأ الاسوأ المباريات بل ان احنا كنا نستطيع ان نفوز على نهضة بركان لو كنا قدرنا نتعامل مع المباراة افضل مما حدث لا شك ان احمد فتوح اللي احنا نضع عليه امالة كثيرة في المباراة اللي جاية كمان خزلنا امبارح لكن اعتقد ان فتوح بالحافز اللي عنده بعد غضب جمهور الزماليك منه هيكون له دور قوي جدا في فوز الزماليك ان شاء الله تعالى يوم الحد اللي جاي نفس الشيح حسام عبدالبيجيد ان كان انا لو في حاجة خايف منها فانا خايف من مستر جوزي جوميس طبعا انا عارف المقدر ان في جزء من جمهور نادي الزماليك بيدافي عنه ودي حاجة ما تزعلش وانه شايفين ان القماشة اللي معاها هي واللي هي واللي هي واللي القماشة اللي معاها دي وصلت النهائي ووصلت دور الستاشر آسف دور الستاشر بعدم الخسارة ولا مباراة ومع مع معتم الجمال عشان بس ما نطولش في الكلام خلاص وهي اللي عملت تعادلت هنا هنا مع دريمز وفازت هناك فما نطولش في الكلام ونوعده القماشة القماشة دي هي اللي وصل بك النهائي وهي الاقرب للفوس اما اقولك ان المدير الفني بتاع نادي الزماليك ليس افضل مدير فني يتواجد الان فوجهة نظري هو ده السليم لكن احنا في اللحظة اللي احنا فيها دي في اللحظة اللي احنا فيها دي ملناش غير ان احنا نقول يا مساعد يا رب لان اصبحت للامانة وللأسف الان ليه لانه ادرته للمباراة وقبلها مباراة سموحة يخوفني ليه لو انت هتلعب بالطريقة دي طب ما كنت لعبت مطش سموحة يا فاندم وما ريحتش حد ونزلنا ودخلنا ولعبنا وفوسنا بقى لسه عندنا امل في الفوس بالدوري اساسه لكن انت يعني وقعت مننا فرص كتيرة جدا او خليت الخسارة بتاعت السموحة دي قللت من فرصنا في الدوري ممكن نرجحها بس تولي الوقت المنتظر اسمي دي بيرامدز يقع والاهل يقع والله واعلا واعلا ما هيحسى ولا لا لكن لازم ولابد نعترف ان مصير جميز في نادي الزمالك يوم الاحد وليس يوما اخر وان كنت انا اتمنى من ربنا ان الادارة الزمالك توقف التفكير في استمواره حتى في حالة الفوز بالكون فضر عليش ليه لانه اداءه في المباريات ليس في افضل حال هتقول لي فازع الاهل يقولك الاهل انتو عارفين انه اخطأ اخطاء كبيرة جدا في الجزء بتاع عبدالله السعيد واخرج عبدالله واخراج النصر مار في الوقت اللي كنا فيه مسيطرين ثم اصبق عادة لادي الاهلي وتعادة نادي الي ولوله قدر الله سبحانه وتعالى ما كناش فزنا فبحدش يقول لي اسما ليه اسما كله لاي يقول ما اصبح است Sizeام عموه فازع الاهر وما حدش يقول للمدير الفني اللي معافش ستعلب عن انه وقل الينا شكره و�를 ويمشي تمام المدير الفني اللي مايعرفش يشتغل بالعناصر اللي في ايدة ويعرف واطلع مية في المية منها يقول لينا شكره وليما يمشي يا شادي هل ده وقت ان انت تتكلم في الموضوع انت متشوفش ادارة اعلام الاهلي احنا مش علام الاهلي دي حاجة الحاجة التانية انه انتو عجبكو عمي اهلي دي تبقى قصة كبيرة انتو عايزين تبقوا زي الاهلي طب ما نبقى زي الاهلي بقى في حاجات تانية ان احنا نجيب لعبة قوية نصرف فلوس عشان نجيب مدير فني كبير نعمل حاجاتي اتعاسب زي الاهلي في حاجة واسم البيئ لو ايما عاسب زي الاهلي في كله لا بلاش طيب هل ده معناه ان جميز يعني ما يقدرش نفوز ببرا لا نقدر نفوز ببرا خصوصا انه نهضة بركان مش افضل حال كننقدر نفوز عليها هناك اساسا لو احنا كنا مش خايفين واحنا كنا خايفين لا اللعبة بتقول انهم كانوا مرعبين لا اللعبة بتقول انهم كنا متوترين يقولوا اللي يقولوا اي مبرر في هذه اللحظة لا قيمة له مباراة الحد مباراة مصيرية لجميز وللعيب مصيرية بمعنى كلمة مصيرية الزمالك بالمباراة دي يحل كل مشاكله بالاتنين ونصف مليون دوار اللي هيجوا يخلص من موضوع المشاكل اللي عنده بتاع رفع اللقاف بتاع منع القيد ويقدر يتعاقب كمان ويجيب ويبقى وصل واحد ياخد بطوات فاللاعيب الافريقية يحبوا يجوا ويدعم لسا السوبرج افريقيا وياخد فلوس وحاجات كتيرة جدا فمنسمى ان المباراة دي مصيرية تماما 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 عشان كده نادي الزمالك كعني ومجلس ادارة وعمل ما يطلق عليها خطة التحفيز خطة التحفيز ايه اللي هيجرى؟ هيحصل كذا حاجة اول الحاجات اللي هتعملها ادارة الزمالك ان هيبقى يكون في معسكر اما يوم الاربع او الخميس معسكر مغلق لان الناس تبقى فيها تركيز اكتر ودي حاجة كويسة مش وحشة معسكر مغلق ده كلام منطقي ومهم ومهم والمعسكر ده هيكون فيه جلسات من الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سلمان مع اللعيبة خلاص؟ ثم ان ادارة الزمالك بتدرس الان مكافأة خاصة ان هو يبقى المبارادي لها مكافأة خاصة غير مكافأة البطولة الله اعلم بقى ايه؟ ام اعرفش ايه المكافأة الخاصة في اطار كام لكن هم بيدرسوا ده وهيعودوا مع اللعيبة وهيبلغوهم الموضوع المكافأة وقيمتها كام كل ده ليه؟ لان ادارة الزمالك فهم اوي ووعي اوي ان المباراة دي مباراة مصرية ليهم زي مهل اللعيبة والموديل الفن لان فيه فلوس هتيجي النادي والفلوس اللي هتيجي النادي هتفوق جزانة بتاعت النادي وهتدخلهم انهم مجلس دارة قدر يجيب بطولة قرية مهمة توديه كاس الهائي كاس السوبر او مباراة السوبر تمام؟ بترجعه تاني للتتويج الافريقي يبدأ يشتغل على المواسم اللي جاية عشان يروح كاس العالم الاندية وان هو يقدر يغري اللعيبة ان الراجل النادي ده اللي بيرجع تاني بياخد بطولات وبيفوز واوا 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 فده خطة التحفيز سببها الاساسي الموضوع الاصلي انه ادارة الزمالكة عاوزة تاخد بطولة والبطولة دي تطرجة الاساسي ليهم اللي هي البطولة الكونفدرالية وبعدها يبدأ احلال حلال سبحانه وتعالى في الدوري المصر خلاص طيب الحاجة التانية حالا وانا بتكلم معاكم ادارة الزمالكة ابلغ الكل ان دونجة الحمد لله تعالى سليم وهيكون جاهز للمباراة بتاعة يوم الحد ودي حاجة مهمة احنا عاوزين كل الناس وفي نفس الوقت ايه اللي حصل اللي حصل حسب كلام الدكتور محمد اسامي الرئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك انه نبيل احمد دونجة تعرض لاجهاد عضلي في نهاية المباراة مجهود ضغط تمام وعشان كده تقرر انه يخرج من المباراة للحفاظ عليه عشان مباراة العودة ولكنه سوف يكون جاهزا من هنا جميز طلب بقى تقرير من الدكتور اسامي انه هو يجاهز التقريب ده عن الحالة الخاصة بمصطفى شلبي والحالة الخاصة بمصطفى الزناري اللي اتنين مصطفى انا اعتقد انهم ممكن يبقوا متواجدين يبدأوا تدريب ما بين الخميس او الجمحة وماشي يبقوا موجودين يعني ويدخلوا وان شاء الله يبقوا موجودين طيب لكن في حاجة انا بسأل نفسي فيها وبسألكم ماذا لو لقدر الله مصطفى شلبي اللي احنا اساسا شايفينه مش في افضل مستوى مجاش او مضحقش المباراة هنعمل ايه او ان شيكا اللي بيحارب وبيكتهد دكتهاد كبير جدا وفي العلاج الطبيعي والجلسات عشان يكون جاهز ولو حتى ربع ساعة في المباراة دي ولا نص ساعة على اقل يعني المشاركة ويقدي دور ودي حماسة محمودة جدا جدا من شيكابالا انه يبقى موجود في هذه المباراة المهمة التاريخية له اذا حصل على كونفدرالية يرفعها ودي حاجة او البطولة افريقية يرفعها ومنسمى مهم موجود شيكابالا فشيكابالا برضو بينحد في الصخر زي بنقول وبيحاول انه يعني ربنا انه يسر له انه يقدر يلعب حتى ولو نص ساعة يقدر يعمل حاجة فيها ويساعد نادي الزمالك ويرفع الكاس ان شاء الله تعالى طيب من هنا عاوزين ليتكلم في حاجة مهمة يعني من وجهة نظري اللاعب نادي الزمالك اللي مش عارف اهمية المباراة دي يقول ويمشي يعني ما يلعبش المباراة المباراة دي عصبية جدا وعصيبة لان انت خسران نهض البركان لو دافع انت طول الوقت المطابق تجيب جوم بس ممكن ما تجابش ومنسمى لازم تبقى عندك حالة هدوء وعدم توطر ودي فكرة ممتازة المفروض اللاعبة من نفسها تبدأ تدخل مود الهدوء احنا محتاجين هدف براحتنا خالص مش محتاجين استعجال محتاجين اقمن دفاعنا محتاجين انه مباش في اخطاء محتاجين احنا ما نخافش زي المباراة اللي فاتت فمنسمى اللعب اللي مش هيقدر يقول اللعب اللي مش هيقدر يكون موجود يقدي بكامل المية في المية بتاعته بكل حماسة وكل جهد وما يبخالش بنوطة عرق ولا مجهود زي ما عمل اخونا محمد شحاتا ودونجا في خط الوسط وسيفي الجزيري للامانة واحمد زيزو ان كان زيزو انا شايف اني لسه القصار عليه لكن على الال اقصى اقتهاد يمكن يبقى لا كده احنا في مشكلة في مشكلة كبيرة صحيح الزمالك عندنا نواقص في الفريق لكن عندنا على اقل في كل مكان شخص جاهز يعني عندنا حمزة المسوسة في افضل مستوى لي عندنا دونجا في افضل مستوى لي عندنا زيزو في افضل مستوى لي عندنا سيفي الجزيري في افضل مستوى لي دي كلها مراكز فيها لعب وعمر جابر في افضل مستوى لي ناقص ان احمد فتوح يجهز هو وحساب عم جيد ويبقى الراجل التاني اللي هو احمد حمدي افضل من الاداء بتاع مباراة الزهاب ومع محمد شحته بجهد واكتهاده ورغبته بيقدر ياخد بساحة ويطلع له قدامه ويتحركه أما محمد عواد فحكايته حكاية ورواياته رواية أنا مش عاوز محمد عواد يخاف أنا مشكلة أن محمد عواد بيخاف بيخاف يخرج في الكرة العرضية أصطنق قصير أنت طول ما عندك إحساس أنك قصير هتبقى مشكلة أنا عارف أن العبت زيك بتزعم من الانتقاد ده طول ما تبحث عن الدعم وأنا أدعم نادي الزمالك أولا وأنا تدعيمي لنادي زيك بانتقادي لمحمد عواد وانتقادي لأي حد ليه؟ لأن الأهم هو نادي الزمالك وإنت لاعب في نادي الزمالك يا محمد وطبيعي أن أنت تبقى تنطقت خصوصاً بيخاف خطأ وخطأ منك ولازم أن نعرف غلطنا عشان نتعامل معاه مش كده برضو بمعنى أنه إحنا دلوقتي عندنا مشكلة فإن ماكس حصت بمرمى عندنا محمد عواد ما بيتعملش مع كرة عرضية بشكل سليم ثم أنه هو مثلاً مش بيطلع خطوة أو خطوطين برة خطط المرمى عشان نعرف يتعامل مع كرة زي دي لأنه لو كان طالع خطوطين اتنين بس لو قدام كده كان عارف يتعامل مع كرة ويمنعها لكن ما حدث قد حدث تمام؟ ماذا بعد؟ هو ده اللي محمد عواد هيقول لنا يا عواد ماذا بعد؟ ومناسبة عواد وماذا بعد بتاع تعواد لازم ما ننساش أن إحنا نروح مع بعض كده لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي اللي بعد ما احنا تكلمنا أنا تكلمت في الموضوع بتاع الشناوي ورفضه للدخول تمام؟ المباريات بدأ الكلام أنه محمد الشناوي هيلأ ده هيكون متواجد في مبارات واترجي وهيسافر وهيقعد احتياطي طلبه المدير الفني طلبه كلام كويس لكن أنا عاوز أقول لكم أن محمد الشناوي يعني بضغوط شديدة جدا جدا هيعمل الموضوع ده وإن حدث كمان يعني أنا بقول أنها بنسبة 70% آه هيسافر 30% لا مش هيسافر وبحمد الشناوي زعلان هلوعد نقول ونعيد ونحكي أنا بقول لكم الحقيقة ليه؟ لأنه مش فكرة زعلان أنه مصطفى شبيع وزعلان منه بشاركش تمام؟ عنده رغبة المشاركة ودي حاجة كويسة ومحمودة ودي حاجة محترمة في أي لعبة أنا احترم أي لعبة عاوز يشارك ويدبدب في الأرض عشان يشارك ومحمد الشناوي بيدبدب في الأرض عشان يشارك وهيشارك محمد الشناوي إمتى بقى دي خصة تانيش لكن المباراة بتاعة التراجل إنها مباراة مهمة جدا وده اللي اشتغل عليه إدارة الأهلي معاه وأنا قلتلك وهيدخل الكابتن والخطيب ولو مش هيدخل يبدو أنه فيه تدخلات وهيكون محمد الشناوي بنسبة 70% متواجد في البعثة المسافرة إلى وعشان كده هتلاقش سورة الشناوي هو داخل التدريب ويصوروه وموقع النادي الأهلي وصفحته لك وإيه الشياكة دي وبتاع اللاعبة النادي الأهلي وهي داخل التدريب وبتاع جو لطيفه محترم يعني ما نزعلش منه ومن ثم أنا بقول لكم إن الشناوي بيضغط لسه عشان يشارك هينجح ولا مش هينجح في نفس الوقت إدارة الأهلي بتضغط على الشناوي عشان يسافر إما تشوفوا الضغوط دي اللي راحها الجاية دي هتودي الموضوع اللي غايت فيه الحقيقة أن أنا كنتش عاوز أتكلم في كلام عن الكابتن حسام حسن دلوقتي انتظارا لمباراة بوركينا فاسو لكن الحقيقة أنه أنا عاوز أبدأ كلامي مع الكابتن حسام بالمثل اللي بيقول لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك اللسان ده والكلام بمعنى صح يحسب وإما تكون مدير فني منتخب مصري يعني فيه 120 مليون واحد مهتمل فيهم العادي اللي بطمهم فلازم يا كابتن حسام تبقى حريصة أوكي عاوز تقول وتكون صريح تتحمل بمعنى ما أنت تيجي تقول إن اللي ما فيش لعبة فيه الدوري المصري تستحق تدخل المنتخب طيب أنت هتجيب منين حضاك قعد ليه ما تمشي إذا كنت شايف أنه ما فيش حد يستحق يبقى ليه قعد وبعدها حضاك كنت بتتكلم وإنت برا على إزاي اللعبة المصرية تقدر ونقدر 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 ليه التناقض ده ليه طول الوقت حالة التناقض دي عندك يا كابتن حسام حالة تناقض شديدة الكابتن حسام حسن بيقول يوم السبت حاجة وبيقول يوم الحد حاجة متناقضة تماما فهو كمحلل كان بيقول حاجة ومدير فاني بيقول حاجة هل دي شمعه ثم إنه أنا إما تقال على اللاعب سين أو صاد أو جيم أو كل اللعبة المحلية اللي هتضمها إن ما فيش لعب محلي ينفع ينضم للمنتخب أصدقك أنا كلاعب بقى وإنت وايب بديني تعليمات إزاي ولا عشان أنت مش تلاقي غيري فالعب فين السقل المفروض تبحطها وتبسها في اللاعبة تقول إن اللاعبة مش عارف إيه وإيه وإيه وإنها أفضل حاجة وإنه إنت بتهاجم الدور المصري ما عنديش مانع حاجم الدور المصري لكن تهاجم كمان النادي الأهلي ونادي الزمالك وكل الأندية اللي بتأجيلها ما تشعب بقى تمام لكن تقول أنا حطيت قواعد للدور المسلم الجديد اللي هي إيه ممكن ما تعجبناش وتعجبش الأندية خرج بتدير الدوري ولا بتدير المنتخب عاوز تبحث عن إيه تمام ثم أنت بتقول إن بقى 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 اتنين تلاتة قطع بقى اتنين تلاتة قطع ده أنت ما تشوفش الزمالك حتى ده ده جميز ما بلعبش غير له بباصي شغال ما أم بحبش أسنا أنا شخصيا ما أم بحبش الاستحواز ده ما بعمليش غير التمرير ويدي للصحب ده سعيدة ناصر ماهر يدي اللي عاحباته ده ده فيش غير التمرير يا كابتن والذي الأهل نفس الشيء ده الإسماعيل بيعمل كده مفيش أكتر من التمرين يا كابتن انت مشاهدش المشاط دي مشكلة حيبت يحضر المباراة كلها يا كابتن حسين ومن ثم بقول لحضرتك لسانك حصانك انصنتو صانك يا كابتن حسين كن حذر في التصريحات لأن انت اللي هتتورط فيها أي نتيجة سلبية للمنتخب في المبارتين بوركينة وغنية حضرتك هتتحاسب حساب إهاب جلال فتكر الكلامي ده حساب إهاب جلال مش أي حساب تاني فتكر الكلام ده مش حتى حساب البدري شوفك على خير في اللي جاي ان شاء الله